تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 14 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط ما يقرب من ثمانية أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 388 قضية من بينها 76 قضية خبز ناقص الوزن و110 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط خمس قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 34 ونصف طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة